وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية وكذلك الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله توجهة رئيس السيسي جاءت خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تناول تدعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني وكذلك الإجراءات المنفدة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها ترأس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صباح اليوم حيث تناول الاجتماع استعراض تدعيات الحادث الذي استهدف عددا من شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة خلال أدائهم الواجب الوطني وكذلك الإجراءات المنفذة لملاحقة العناصر التكفيرية الهاربة والقضاء عليها وقد وجه السيد الرئيس بقيام عناصر إنفاذ القانون باستكمال تطهير بعض المناطق في شمال سيناء من العناصر الإرهابية والتكفيرية وكذلك الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي تسهم في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وأشهد السيد الرئيس خلال الاجتماع بالجهود التي تقوم بها القوات المسلحة في تكفيف منابع الإرهاب واقتلاع جذوره من شبه جزيرة سيناء بالتعاون مع الأهالي الشرفاء بالإضافة إلى جهودها في إنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة مشيرا سيادته إلى تقدير الشعب المصري للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته كما تم مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة